وأبرز ما سنتناوله في هذه الحلقة سوف نذهب سوية وكما عودناكم في كل يوم نأخذ الطاقة الإيجابية وهذه الروح الإيمانية من الضريح المقدس لسيد ومولاي الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه وصحنه الطاهر وزيارة الإمامين الحسن والحسين سلام الله تعالى عليهم ابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يصلي على محمد وآل محمد السلام عليك يا ابن رسولي رب العالمين السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا بيان يا حكم الله السلام عليك يا ناصر دين الله السلام عليك يا حبيب 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 الله السلام عليك أيها العالم بالتأويل السلام عليك أيها الهادي المهدي السلام عليك أيها الطاهر الزكي السلام عليك أيها التقي النقي السلام عليك أيها الحق الحقيق السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها أبنى رسول الله السلام عليك أيها أمير المؤمنين السلام عليك أيها أبنى سيدتي نساء العالمين أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن الملكة وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين السلام عليك أيها أبنى رسول الله وبركاته وعلى آل بيتك الطيبين السلام عليك أيها أبنى رسول الله وبركاته أنا يا مولاي مولا لك ولآل بيتك سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم مؤمنون بسركم وجهركم وباهركم وباطنكم لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين وأنا أبرو إلى الله تعالى منه يا مولاي يا أبا محمد يا مولاي يا أبا عبد الله هذا يوم الإثنين وهو يومكما وباسمكما وأنا فيه ضيفكما فأضيفاني وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما وأنا فيه من جواركما فأجيراني فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة فصلى الله عليكما وآلكم الطيبين